السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نريد من خلاله أن نرقى ونسافر بعيدا نخرج من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ونتحدث عن الدار التي تنتظرنا جميعا تنتظر أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الإسلام هي الجنة الجنة التي أعدها ربنا عز وجل لعباده المؤمنين كلما كطرت المشاكل على الناس وكلما واجهوا صعوبة في إيجاد الحلول المناسبة وكلما اشتدت عليهم الكروب والأزمات أفضل طريقة للتخلص من هذا الضغط النفسي هي أننا نتحدث عن الجنة وما أعده الله فيها من نعيم لعباده المؤمنين قلبك سوف ينشرح وصدرك سوف يتقوى ونفسك سوف تسعد هذا منهج كان يقوم به معلم البشرية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مع صحابته المكرمين واشتد بهم الخطب وبدت الدنيا صعبة يقول لا يهمكم إنما ينتظر عباد الله المؤمنين جنات النعيم فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام تعالوا بنا نتحدث عن هذه الجنة فالحديث عنها يسوق النفوس إلى رحاب الملك القدوس الجنة هي دار النعيم الجنة هي دار الجزاء الجزيل الذي أعده الله تعالى لأهل طاعته ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصين فيقول إذا سألتم الله فاسألوه الجنة واسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تنفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى أطلبوها كبيرة أطلبوها رفيعة المقام الإمام أحمد بن خانبل رضي الله عنه كان كثير العمل وكثير العبادة وكثير الانشغال بهموم الناس حتى لا يرى إلا متعبا فسئل يا إمام متى الراحة؟ قال الدنيا ما فيها راحة الدنيا مشاكل وهموم وصعوبات متوالية قال إذا متى الراحة؟ قال الراحة عند وضع أول قدم في الجنة الله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه الجنة وقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يصف المؤمنين بما قام به من أعمال صالحة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ما حقيقة هذه الإراثة كل إرث أخذه الإنسان فهو مؤقت كلنا ورثنا من أبائنا وأباؤنا ورثوا من أبائهم وهكذا من جد إلى جد إلى أباء إلى أحفاد إلى ذرية ولكن هذا الملك وهذا النعيم يتم نقله من جيل إلى جيل فهي إراثة مؤقتة لكن الإرث الحقيقي هو الإرث الخالد هو نعيم الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وله منزلا منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهد الجنة منزله فذك قوله أولئك هم الوارثون كل واحد من العباد ربنا عز وشل أعد له منزلين طبعا منازل الدنيا مؤقتة حتى ولو ملكنا دور أو قصور أو ولتنا أي شيء فهو مؤقت لكن منزلك الحقيقي الذي يبقى معك دوما وأبدا إلى الأبد فهو في الجنة أو في النار فكل واحد من البشر ربنا عز وجل أعد له منزلين منزل في الجنة وقد تزين وقد تعطر ومنزل آخر والعياد بالله في النار المؤمن إذا دخل إلى الجنة وكان نصبه الجنة فإنه يدخل إلى منزله مباشرة ويسعد فيه لكن الإنسان إذا كان ملحدا أو كان مشركا أو كافرا أو ظالما لنفسه فدخل النار ماذا يفعل بمنزله الذي تم إعداده له في الجنة هذا يُعطى لبقية المؤمنين أولئك هم الوارثون يرثه أهل الجنة لهذا الإنسان عليه أن ينتبه أكبر نعيم وأكبر صفقة مربوحة هي الجنة وأكبر خسارة في الحياة هي أنه يضيع عليه هذه الفرصة ماذا في الجنة؟ يجيبنا ربنا عز وجل في الحديث القدسي فيقول أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الجنة لا علاقة لها بنظام الدنيا فرق كبير بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة ربنا أعد لعباده المؤمنين أشياء فوق الخيال العقل والمنطق والخيال ما يستطيع أن يتصورها أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم سيدنا النبي لما ذكر هذا الحديث قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أشياء غريبة جدا أخفاها الله تعالى ربنا ذكر بعضها في القرآن الكريم وجاء بعضه في السنة لكن حقيقة الأمر هو خفي لا يمكن للإنسان أن يطلع عليه إنه نعيم لا يستطيع الخيال له تصوير ولا يستطع اللسان عنه تعبير بهذا ذكر النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجنة مرت لأصحابه فبدأوا تشرئب أعناقهم وقالوا زبنا يا رسول الله زبنا نريد أن نتعرف عن هذا العالم الذي سوف نرحل إليه وسيكون دارنا الأبدية الخالدة زبنا وصفا فقال صلى الله عليه وسلم هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مدطرب وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وحلل كثيرة ثم قال صلى الله عليه وسلم يقول ويبتسم قال ألام مشمر للجنة ألا من مشمر للجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة هل من مشمر فقالوا بلى يا رسول الله فقاموا للحال وكل اتجه إلى عمله يعمل ويشتهد إما يذكر المولى وإما يستغفره وإما يصلي وإما يقرأ العلم وإما يقدم خدمات للآخرين الكل صار مشمر لكي يصل إلى هذا النعيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كلما جلس مع أصحابه وكانوا يحقول لهم مشاكلهم الحياتية الواقعية المشاكل اليومية هدى مشكلته مع زوجته وذاك مشكلته مع أبنائه والآخر عنده أمراض يشكو منها والآخر عنده ديون فكان صلى الله عليه وسلم بينما يقوم بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية كان يرحل بعقول أصحابه وقلوبهم إلى عالم الجنان وكانهم يشتقون كان الواحد منهم لما يتأزم يقول يا رسول الله حدثنا عن الجنة حدثنا عن بنائها فكان يقول بناء الجنة لابنة من ذهب ولابنة من فضة ملاطها المسكو وحصباؤها اللؤلؤ واليقوت وترابها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه فكانوا يفرحون لما يسمعون هذا الكلام أن هذه الجنة فيها العبد يخلد ولا يموت لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه نعيم عظيم ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقع دخول الجنة في أول يوم يقول إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر هؤلاء الرجال والنساء من أهل الإيمان واليقين الجنة لما تفتح أبوابها تبدأ الأفواج بالملايين في تاريخ البشرية لاحظوا فقط عصرنا هذا فيما يزيد عن سبعة مليار نسمة ولكم أن تتصوروا أن التاريخ البشرية يمتد على ملايين السمين لكم أن تتصوروا وتتخيلوا أعداد الخلق الذين كانوا قبلنا ولكم أن تتخيلوا أعداد الخلق الذين سوف يأتون معدنا ربنا عز وجل يدخل كل المؤمنين إلى الجنة وهي عرضها السماوات والأرض أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب ذري في السماء إضاءة ثم قال صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المسك وأزواجهم من الحور العين يبعثون على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء هكذا يكون أهل الجنة أهل الجنة طوال القمر أبونا آدم كان عم طوله ستون ذراعا ولكن البشر لما تكاثروا الله تعالى بدأ ينقص من طول البشر حتى صرنا نحن على ما نهن عليه لأن الناس الأوائل كانوا آلاف معينة ثم صاروا ملايين والآن صاروا ملايير كلما كثر عدد البشر ربنا ينقص من طوله ومن حجم معيدته حتى يستطيع أن يستهلك تصوروا لو كنا الآن سبعة ملايير طولنا على طول آدم ستون ذراع يعني كم يخصنا من الثوب لكي نسترى أجسامنا كم يخصنا من الطعام حتى سياراتنا ينبغي أن تكون فارهة ودورنا وبيوتنا ومكاتبنا صعب جدا فالله من رحمة الوسعة نقص من حجم بني البشر لكن في الكنة لأنها عظيمة عرضها السماوات والأرض فسوف نعود إلى أصلنا يبعث الناس على طول آدم ستون ذراعا في السماء ويبعثون على عمر عيسى بن مريم تلاتة وتلاتين سنة ويبعثون على جمال يوسف عليه السلام ويبعثون على صبر أيوب ويبعثون على خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه صورة مسغرة للرجال أما النساء فيبعثون على صورة أمنا حواء كدت أجمل الجميلات وعمر النساء فقط حوالي 18 سنة كسن السيدة مريم العذراء حينما وضعت سيدنا عيسى بن مريم هذه الجنة ربنا وصفها كثير في القرآن العظيم وسوف يرحب بالمؤمنين لما يدخلون الجنة يطف عليهم المولى ويقول لهم لقد كان سعيكم مشكورا كان سعيكم مشكورا الله يشكر المؤمنين يشكرهم وهو الذي أعطاهم الإيمان وهو الذي خلقهم من عدم وهو الذي وفقهم للعباد والطعاف ومع ذلك يقول وكان سعيكم مشكورا ثم ربنا عز وجل وصف في كتابه العزيز مشاهد من هذه الحياة الطيبة التي تنتظر كل العباد أي نعم أيها الأحباب سوف ننسى الأزمات التي نعيشها اليوم كل واحد منا له من المشاكل والأزمات ما الله بعليم هناك من عنده مشاكل في صحته سرطانات وسكري وضغط دم وهناك من عنده مشاكل نفسية قلق واكتئاب وحزن وهناك من عنده مشاكل مالية ديون متراكمة وتجارة بائرة لا تباع ولا تشترى وكم من واحد عنده مشاكل في العلاقة الزوجية صراع وخصام ومحاكم وكم من أحد عنده لم يرزق أولادا كان عاقرا ومنهم من أرزق بالأولاد وكانوا يتعبونه ويحققون له المزيد من الشقاء مشاكل كثيرة كل هذا سوف ننساه منا أيضا من عنده أزمة سكن يبحث عن السكن ويبحث عنده مشكل كراء لا بد أن يؤدي واجبات الكراء عنده مشكل مشكل الأقصاط التي تؤدى للبنك لأنه عنده دين لمدة عشرين سنة عنده مشكل أزمة نقل ينتنقل من مكان إلى مكان يجد صعوبة كبيرة عنده مشكل تمدرس عنده مشكل تشغيل مشكل طبيعية في الحياة كل هذا سوف ننساه هناك فقط نعيم هناك فقط سعادة وهناك فقط إكرام يقول ربنا عز وجل في صورة الإنسان لما خاطب الإنسان ما غرك بربك الكريم ماذا قال تحدث عن المؤمنين فقال لهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا الله تعالى يطف على العباد وهم يأكلون ويشربون ويجلسون مع أولادهم ونسائهم في نعيم عظيم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الله تعالى يطف على العباد ويقول وكان سعيكم مشكورا كان سعيكم مشكورا والناس يجلسون مع الأهل والأحباب والمقربين قال ربنا عز وجل يصف طعام الأهل الجنة وشربهم ولباسهم يقول على سرور موظونة متكئين عليها متقابلين يطف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاقيهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيمة إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما هذه الجنة كل ما يتعلق باللغو وبالأثام والقيل والقال لا وجود له في الجنة فقط القول كله سلاما سلاما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا النعيم يقول والذي نفس محمد بيده إن أحدهم من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة الله تعالى يركب في الرجال قوة يعني إنسان يأكل القليل ويشرب القليل علاقته الزوجية ضعيفة شهوته في الحياة متواضعة لكن الله تعالى يعطي للرجال قوة يعيد بناء أجسامهم ويعيد بناء أنفسهم وطبيعتهم يعطى كل رجل من أهل الجنة قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة لما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن صفة أزواج أهل الجنة قال فيها خير كثير تكلم عن ما أعده الله تعالى للرجال المؤمنون الصالحون الذين يغضون أبصرهم والذين يحفظون فروجهم ماذا قال عنهم ربنا عز وجل ماذا أعد لهم قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمتهن إنس قبلهم ولجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في هذه الآيات الله عز وجل وصف النساء الجنة سمهن خيرات حسان سمى النساء خيرات وجعلهن وصفهن بالحسان حور مقصورات في الخيام حور يعني الحوراء المرأة الجميلة التي هي غاية في الجمال مقصورة في الخيام يعني عندهم خيام عظيمة تنتظر قدوم زوجها لم يطمتهن إنس قبلهم ولجان هي بكر لا أحد سبق أن له علاقة معها لا إنس ولا جان ما في لا جن عاشق ولا إنس حقيقي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان إنه جلسة نعيم نعمة جلسة رومانسية هناك خيام وهناك أنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من عسل أنهار كثيرة جدا متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان كل هذا أعده الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وربنا سبحانه وتعالى تحدث عن النساء الكبيرات جاءت امرأة مسنة فسمعت هذا الكلام قالت يا رسول الله إني قد بلغت من الكبار عثية فهل سأدخل الجنة؟ قال ليس في الجنة عجائز بدأت تبكي فضحك النبي الكريم وقال يمرأة ألم تقرأي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين يعني نساء الدنيا المرأة قد تكبر تصير ستين سبعين تمانين سنة تسعين سنة تصير مسنة شعرها أبيض وبشرتها كلها تجاعيد أسنانها تساقطت جسمها صار نحيل هذا كل سوف يغير ربنا سوف يعيد إن شاءها من جديد وتعود إلى سن الشباب جميلة حسنة إنا أنشأناهن إن شاء المرأة المؤمنة إذا متت وهي عجوز ترجع إلى سن الشباب حسناء جميلة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا يعني أن المرأة كل صباح تعود بكرا حتى إذا جمعها زوجها ألف مرة تعود بكرا في كل مرة هذا من عظمة الله ما أعده للنساء في الجنة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا عربا يعني جمع عروب المرأة العروب هي التي تتفنن في كلمات المحبة والعشق والغرام لزوجها المرأة العروب يعني أن نساء نساء الدنيا الله تعالى يعيد إن شاءهن ويجعلهن بكرا ثم يعطيها القدر على الكلام المرأة قد تكون أمية في الدنيا قد تكون بسيطة لكن ربنا يعطيها القدر على الإعراب فتصير تخرج كلاما جميلا كلام عشق وكلام غرام وكلام حب لزوجها إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين أطرابا يعني في سن واحدة جميع نساء أهل الجنة في سن واحدة 18 سنة هكذا كيبقوا دائما لا يكبرون أبدا أهل أهل الدنيا مع مرور الأيام يزدادون كبرا وهرما وأهل الجنة يزدادون الشبابا هذا معنى أترابا يعني أنها أنهم في سن واحدة نعيم كبير أعده الله تعالى لأهل الجنة ولو استفضنا في الحديث عنه من سهينا ولكن ما أعظم نعيم في الجنة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يبالغ في وصف هذه العوالم التي أعدها المولى عز وجل لعباده المؤمنين كان يقول وأعظم نعيم الجنة ليس في طعامها ولا شربها ولا ثمارها ولا في حريرها ولا في عسلها ولا في بنائها ولا في قصورها ولا في حورها نعيم الجنة الحقيقي في شيء آخر الصحابة كانت تشرعب وأعناقهم يا رسول الله وصفت لنا النعيم الجنة الدور والقصور التي تلاتل بالنور ووصفت لنا الحور العين والطعام والشراب والأنهار ما هو أعظم نعيم أهل الجنة فيقول أعظم نعيم الجنة هو رؤية وجه الله الكريم أعظم هذا النعيم أكبر نعيم أن ترى وجه الله الكريم فتلى قول الله تعالى وجوز يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أعظم نعيم للذين أحسن الحسن وزيادة الحسن قيل هي الجنة والزيادة قال هي التمتع بالنظر إلى وجه رب الجنة جل وعلا هذه هي غاية المنى وغاية المراد أن نتمتع بالنظر إلى وجه الله نحن الآن نعبد الله تعالى ونصلي له خمس مرات في اليوم ونذكره طيلة اليوم ولم نره ولا نعرف حقيقة شكله لأنه ليس كمثله شيء لكنه في الجنة سوف يتجلى وسوف ينظر إليه العباد هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهد الجنة الجنة يناد عليهم رب العزة ويقول يا أهل الجنة هل أزيدكم شيئا فيقولون يا رب وأي شيء تزيدنا ألم تبيض وجهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار ألم تجمعنا مع الأهل والأحباب فيقول بلى هناك ما هو أفضل فيكشف الحجاب فما أعطو شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم يرفع ستار الجنة فيرون الله تعالى رأي العين رأيا مباشرة يا سبحان الله ما هذا الذي رأينا يبقى الناس خمسمائة سنة وهم محضقين في جلال الله فما أعطو شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله وجاء في رواية أخرى يقول لهم ربنا عز وجل يا أهل الجنة إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني فيقولون يا رب سبحانك وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وبيتت وجوهنا ونجيتنا من النار فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضلا من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا فيقول أحل عليكم رضواني أحل عليكم رضواني فلا أسهط عليكم بعده أبدا وأعظم نعيم الجنة هو أن نتمتع بالنظر إلى وجه الله الله تعالى سوف يكلم عباده المؤمنين من غير ترجمان قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى أوجه فتقوا النار ولو بشق تمره كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ويبالغ في الوصية بأن نعطي اعتبار لهذا اليوم وأننا نتقيه ولو بشق تمره بأي عمل صالح وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة هذا أعظم نعيم أعظم نعيم أيها الأحباب الكرام النظر إلى وجه الله قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي المنادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا هذا هو النعيم الخالد في المدينة الفاضلة التي تحدث عن الفلاسفة والمفكرون هي جنة النعيم أعطاها الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله وأكبر عذاب لأهل النار هو حرمانهم من النظر إلى وجه الله ربنا عز وجل قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون يحجب المشركون والكافرون والملحدون عن رؤية الله لأنهم لم يكونوا يؤمنون به ولم يكونوا يعملون بأحكامه وكانوا يبخسون قيمة هذا الرب العظيم لكن أهل الإيمان يذكرونه بالليل والنهار في كل وقت وحين فيتجلى عليهم بالنظر فاللهم يا رب العالمين لا تحرمنا لقاءك ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا لدة النظر إلى وجهك العظيم وأسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم جميعا بالحسن بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة